جيمي مدرب النادي مهاجم النادي الاهلي جديد في تطورات في هذا الامر ممكن فترة دي نسمع مدرب النادي راجل ماشي زي الفل لا لا كولر مكمل إن شاء الله مهاجم النادي الاهلي يا كريم الاهلي أفل 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 أي تواصل مع مليكة ومع سوزة يعني عندك عروض مفتوحة ومليكة رجع للصورة عن طريق وكيله مش عن طريق تواصل النادي الاهلي مع بشكتاش رجع للصورة وتم عرضه مرة تانية وتعهد وكيله إن هو اللي يخلص القصة مع بشكتاش وإنه هيوصل لاتفاق يوردي الطرفين ده قصة مليكة سوزة الأمور ما بين متراق التمسك كولر وما بين إن إدارة النادي الاهلي شايفة خلاص الراجل إحنا دينا فرصة واثنين وثلاثة وتشوم بوك رفضين حتى اللحظة إنه ما يفرطوا في اللعب طيب مين اللي دخل في الصورة وطبعا إنت قلت أفراط الإسمين اللي موجودين واحد إسم كان موجود وعاد للصورة الفترة الأخيرة والإسم اللي أنت طرحته النهاردة كريم هضيف بقى الإسم الأخير حمزة هنوري حمزة هنوري الأهلي رجع تاني للصورة رجع يستفسر عن الشروط المالية لهم وتاني مش ده الهدف الأساسي للنادي الأهلي آه مش بس النهو ترتيبه رقم أربعة لا هو كمان مش الهدف الأساسي في التفاوض الفترة الحالية لكن الأهلي بيأمن نفسه عكس ما قيل أن الأهلي ممكن ينتظر على المهاجم ليناير والأهلي مش يجيب مهاجم ويدخل المركبة ده مش حقيقي لكن الأهلي بيأمن نفسه أنه حتى في حالة فشل كل الأسماء اللي احنا قلناها أن حمزة هنوري يكون هو مهاجم النادي الأهلي المسلم الجديد مهاجم النادي الفتح الرباط وتاني هدف الدور المغربي المسلم الحالي بعد بولي سامبو يمكننا هدفين الدور المغربي تلات بولي سامبو رقم واحد حمزة هنوري بالتساوي معي رقم اتنين ورقم تلاتة ريدا سليم فالأهلي جاب ريدا سليم الجناح وعنده حمزة هنوري بالمناسبة حمزة معروض من بدري جدا لكن ما كانش فيه أولويات النادي الأهلي وكان محطوط في الترتيب متأخر بالنسبة للكولر فرجع تاني للصورة تاني مش هو الخيار الأساسي لكن محطوط تحسبة لفشل المفوضات